تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مع إخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة والصديقة ورؤساء الوزراء وأولياء العهود عبر فيها سموه عن صادق تهنئه وخالص ثمانياته لهم بموفور الصحة والسعادة مبتهلا إلى الباري جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولهم وشعوبهم بالخير واليمن والبركات راجيا لله العلي القدير أن يحفظ الأمة العربية والإسلامية من كل سوء وبلاء في ظل الأوضاع الراهنة التي يعاني فيها العالم من انتشار فيروس كورونا ترجمة نانسي قنقر